أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك ضيفاً معنا في برنامج عاصمة الفنون أهلاً بك اتخضيت من المقدمة دي أنا مش مقل أنا ابتديت يعني في كم سنة دلوقتي بقى لي حاجة وثلاثين سنة بقى عمل حوالي 12 فيلم يعني معدل فيلم معدل فيلم كل سنتين أو ثلاث سنين بالكتير وده متهيق لي معدل معقول ما بين الكتابة وما بين اكتلاقي الإنتاج وما بين كنت تعملي الفيلم زي ما انت عايزة تعمليه السينما مش مش ما كان شغالة نتحدث في البداية أقول لك مبروك على جائزة الهرم الدهبي من قبل مهرجان القاهرة السينمائي في دورة الخمسة واربعين والتي هي تعتبر تقديراً لمسيرتك طول المسيرة الأعمال التي قدمتها عندما تم الأعلان عن فوزك بهذه الجائزة بماذا شعرت؟ وما الذي استرجعته في شريط ذكرياتك ومشوارك الفني الحافي؟ أكيد ما صدت يعني لما حد بيقولك عايزة نكرمك ومنقدر الشغل اللي انت عملته ده حاجة بتفرح جداً يعني الحاجة التانية لشريط الذكريات الأساسي اللي جئوا قد ايه في ناس من أول فيلم لغاية آخر مشروع عملته اللي هو من أورا بقى لها قد ايه الناس فيه ناس وقفت معايا وصعدتني ودولة مش مش حاجة قنيلة الفيلم ما هيش حاجة الواحد بيعملها لوحده وما هيش حاجة الواحد بيعملها لأنه عنده الانتاج الكافي أو لأنه عنده اللي اسمعين لأنه فيه ناس كتير وقفت معاك وقالتلك احنا جاهزين تعال نصور هنا كل المشاكل التانية بتاعت ان الفلوس قليلة ان الظروف صعبة الحاجات دي كلها دي بتهون وعلى مدى من أول فيلم سريقات صنفية لغاية من أورا بقى لها كان دايما عندي أصدقاء وعيلة سينمائية وقفة معايا بحقه حقيقي ومسؤولة عن الشغلانة قدي بالصبت دولة اللي أنا بالنسبة لي الحاجة الوحيدة اللي بشوفها لما بفكر في الأفلام قد ايه كل فيلم كان فيه تجربة إنسانية كبيرة جدا وممتعة جدا لذلك كنت تقول دائما بأنه من الأشخاص الذين يستحقون التكريم والوصول إلى قمة النجاح لم يكن بالأمر السهل لأنه المشوار كان صعب وكما سبق وذكرت هناك العديد من الأشخاص التي لها الفضل الدعم تعاونت وتعاملت معهم ودعموك وشجعوك وممكن من بينهم المخرج الراحل يوسف شهين ما هي أبرز الأمور التي تعلمتها من المخرج الراحل وأثرت فيك؟ حاجتين حاجة تخص لما جيت عايزة أعمل سريقات صيفية كنت فاكر إن أنا كاتب سيناريو عادي جدا وإنه الممثلين حيوافق يشتغلوا معايا وكده فجيت النجوم اللي أنا طلبت منهم إنهم يجوا يشتغلوا معايا في الفيلم اتخذوا من المشروع فيوسف شهين قال لي يعني أنت معاك الفلوس بتاعت إنتاج الفيلم أعمله بأي حد أي حد دي مش أي حد أي حد يعني يعني أنت مش محتاج للنجوم أنت محتاج لممثلين لناس مناسبة للأطبار دي فرقة جامد جداً ده اللي حصل سريقات صيفية عدد كبير من الوجوه اللي لأول مرة تمثل وبعضهم لآخر مرة مثله ومثله كويس أول الحاجة الثانية اللي تعلمتها من يوسف شهين هي من شغلي معايا ومن إن أنا أشوف هو علاقته إيه بالشغل أنا عمري ما حسيت من أول ما معرفته في حدوتة مصرية لغاية لما سابنا إنه هو أكبر من الفيلم اللي حيعمله دايماً لما كان بيخش مشروع بتاع فيلم كأنه داخل يعمل فيلمه الأولاني ودايماً الفيلم أعلى منه لازم يبزل مجهود كبير جداً عشان يقبع على مستوى المشروع اللي هو داخل فيه ده بيخلق حاجة يعني توضعه قدام شغله قدام شغله هو مش ده بيخلق حاجة بالنسبة لكل الناس اللي بيشتغلوا معه إنهم كل مرة بيشتغلوا مع يوسف شهين بيحسوا إنهم داخلين مغامرة بحق وحقيقة مش حاجة بيتة مش روتين إن دايماً هيبقى فيه حاجة هتحلهم كل الناس اللي شغالة معه لأن كل الناس اللي تشتغل في فيلم ليه بتعمل سينما ما هي تقدر تكسب فلوس أكتر بكتير لو عملت حاجة تاني بتعمل سينما اللي أنا بتحبها ترجمة نانسي قنقر